اشتركوا في القناة ربنا باش تمخلتي يعني بتبقى افكار او افكار جنسية او مشاهد جنسية مؤلمة جدا مشاهد توصف ربنا بشكل مش صح حاجات اسوأ حاجة ممكن الواحد يخاف منها ممكن تجيله على شكل افكار وسوسية او مشاهد وسوسية طب ليه بيقولوله القاهري لان هو رافض وبساعات بيتبعها اتصرفات قهرية يعني انا لما فكر الفكرة دي اخبط على الترابيزة ثلاث مرات وما فيش حاجة وحشة تحصل لأهل ابتدي الاول بخبط لا ده بيبقى القاهري يعني ايه اوبساسف يعني انا عندي افكار وسوسية ان الافكار الوسوسية ساعدت تؤدي لتصرفات قهرية فانا لازم اعمل حاجة من خيالي بتأتأكد ان كده لو انا خبطت ثلاث مرات مثلا اهلي مش هيموتوا فبيتبع تصرفات قهرية زي غسيل الادين الوسوس بيجيلي ان انا ادية مليلة ميكروبات اعمل ايه تصرفات قهرية انا لازم ارح اخسي الادية بعدد معين وارجع في القوضة اقلق تاني وارجع تاني اخسي الادية عدد مرات معين فدي تصرفات قهرية وعشان كده بيسموها الوسوسوس القهري نعم الوسوسوس القهري عند الاطفال ممكن يبتدي من سنه مبكر جدا خمس ست سنين ولو علاج سواء دوائي او نفسي من هذه المرحلة العمرية ده سبب ايه يا دكتور هل هي جينات هل الاهل بيبقوا عندهم موسوس قهري وهو شايفهم كده فبياخدوا منه تصرفاته بيقلدوهم مثلا ولا ايه السبب بصي هي الاسباب تعددت الاسباب وحد دي كده ما انت بتقولي فعلا فيه جيناتك بريدسبوزيشن يعني فيه جينات طبعا وكتير من الاهل يقولك اصل خلتها كده عمتها كده مامتها كده وهكذا وكمان من خلال يعني انا بشوف مامتي موسوسة في النظافة موسوسة في التنظيم موسوسة في حاجة وساعات مجرد ان الاهل من نوع الالوين جدا خلي بالك حبيبي لاحسن يحصل لاحسن يحصل فدايما تلاقي الاهل كل شوية يروحوا زعين كده في الطفل فيتخض كل شوية هو حاسس ان في حاجة غلط ساعات كمان بييجي مع المشاكل الزوجية لو الاهل بيتخانق طوله النهار هو ملوش سيطر على ده الحاجة اللي هيقدر يساتر عليها انه ينظم قطه قوي لان الطفل بيتهم نفسه ساعات بالمشاكل الزوجية طيب انت بتتخانق مع جوزك هو بيلوم نفسه انا ولد وحش وعشان كده انا بيحصل لهم كده فانا لو نظمت قطي قوي مش هيحصل كده فده طريقته في التنظيم بس هو مر بياش عارف يعبر عن ده مش قادر رعب هو الوساس القهري له علاقة كبيرة جدا بالخوف فالطفل اصلا بيبقى عنده استعداد جيني للألأ وظروف الحياة بساعات بتضغط عليه بالألأ زائد لو الام موسوسة او الاب قلوق جدا كتير جدا بشوفها الحكاية دي في عياتي ان الام كمان والاب يعلقوا كتير حبيبي البس الشبشب بابا ايد في النور سرح شعرك ومرة واحدة ينفعله انا قلت لك مئة مرة ما تعملش كده فيبتدي مع الانفعال ده الولد يتخض لان جهازه العصب يبقى حساس فتبقى الام هادي هادي مرة واحدة سريع تلاشتعال فده يخلي موسوس شوي لانه هو بيتخض من صوتها العالي ويشعر ان العالم مش تحت سيطرته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة